كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايماً كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وافضل دايماً جنبك على طول ماما ماما نعم يا قرما أنا أخدت في المدرسة درس الأماكن التراثية في بلدينا أقوله لك لا يا قرما أنا مش فاضية كريم كريم نعم يا قرما أنا أخدت في المدرسة درس الأماكن التراثية في بلدينا أقوله لك لا يا قرما عندي مذاكرة لأ ما أنا لازم أقوله لحد أصدقائي سنة ربعة ابتدائي أقولكوا درس الأماكن التراثية في بلدينا وووو النبي تقولوا لأ الميس قالت لنا النهاردة ان مصر فيها مواقع تراثية كتيرة موجودة على خريطة التراث العالمي لليونسكو زي ايه؟ واحد آثار النوبة من أبو سنبل إلى فيلة ودي بتضم معبد أبو سنبل ومعبد إيزيس في جزيرة فيلة ومنظمة اليونسكو ساعدت في إنقاذهم من الغرق لما كان المصريين بيبنوا السد العالي اتنين القاهرة التاريخية وهي من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم والآثار اللي فيها بتعبر على تاريخ القاهرة الطويل ثلاثة وادي الحيتان وده موجود في محافظة الفيوم وفيها ياكل وعظام الحيتان الضخمة وفيه كمان كائنات حية زي السقور والسعالب والغزلان أربعة منطقة أبو مينة ودي موجودة في الأسكندرية وبتعبر عن فترة الحكم الروماني المصر ومنظمة اليونسكو اعتبرتها من المناطق المتهددة بخطر تآكل الطربة والمباني خمسة دير سانت كاترين وده موجود في محافظة جنوب سيناء ومن أقدم الأديرة اللي موجودة في مصر خلي بالكو أن التغييرات المناخية بتأثر على مواقع التراث العالمي والأماكن دي ممكن تكون بتتعرض للخطر بسبب ارتفع درجة الحرارة وزوبان الجليد وحرائك الغابات المصريين القدماء عملوا طريق اسمه طريق الكباش وده موجود في محافظة الأقصر وبيربط ما بين معبد القرنق ومعبد الأقصر وهو عبر عن تمثيل على هيئة كباش على الجانبين إزاي اليونسكو بتختار الأماكن وتحطها على قائمة التراث العالمي لازم يكون المكان يضم مناطق طبيعية جميلة جدا وكمان يعبر عن مراحل التطور عبر العصور وبيمثل الإبداع البشري وكمان يكون شاهد على حضارة عظيمة ترجمة نانسي قنقر